الاسعار يا جماعة اسعار المنجة طبعا انخفضت في سوق العبور وبعض انواع الفكهة يعني سعرها بقى في المعقول. يعني المنجة الفص يا جماعة اللي كانت بستين وسبعين جنيه سعرها يعتبر ان هو نزل النص. هنشوف الاسعار مع بعضين. يمنسوش تعملوا لايك للفيديو. ولو فايا متابعة جديدة ما ينساش اشترك في القناة. بالضغط على كلمش ترك بلون الاحمر اسفل الفيديو علشان يصلك كل جديد. يعني اي انت اول ما تشترك في القناة اي فيديو هنطلعه هيجي لحد عندك. هنقول لك تفضل اسعار اليوم. الكمتر النهاردة جماعة سبعة جنيه. المنجة زبدية حداشر وتسعة جنيه للكيلو. طبعا الاسعار انخفضت. تمام جدا. آآ مانجة زبدية زرق الاسماعيلية جماعة. يعني هتلاقي تبدأ من خمستاشر جنيه للكيلو. تلاتاشر جنيه. آآ العنب البنات النهاردة سبعة ونص. تفاح الاطالي سكري تلاتاشر الى خمستاشر جنيه. تفاح يوناني عشرة الى تلاتاشر جنيه. منجة. المنجة العويسها جماعة النهاردة تلاتة وعشرين الى تمانية وعشرين جنيه. آآ كانت مرتفعة طبعا من تلاتين الى خمسة وثلاتين. وكانت تقريبا كانت توصلة الى اربعين جنيه. البرقوه النهاردة عشرة جنيه للكيلو. المنجة البلدي تمانية جنيه وستة جنيه للكيلو. يعني بقى فيه انخفاض تامه. العنب البلاك يا جماعة سبعة وتمانية جنيه وتسعة جنيه للكيلو. العنب السبيريو ستة الى سبعة جنيه للكيلو. المنجة الفصة. المنجة الفصة طبعا يا جماعة كان سعرها متفعة جدا. وهي يعني من نوع المنجة جميلة جدا. يعني زي ما تقول عنها اول صراحة. النهاردة من خمسة وتلاتين الى اربعين جنيه للكيلو. من خمسة وتلاتين الى اربعين جنيه للكيلو. وزارع الاسماعيلية يعني انضف زارعه اجمل يعني الفكهة اللي موجودة في الاسواق. العنب الاحمر النهاردة من خمسة الى ستة جنيه. المنجة عويس يا جماعة طبعا فيه منجة عويس جودة عالية. عشرين جنيه الى تلاتين جنيه للكيلو. طبعا يا جماعة سعار الفكهة يعني هتلاقي فيه اقل من كده بكتير. الاسعار اسعار المنجا واسعار انواع الفكهة عامة قولنا قبل كده غير الخضار تماما. حسب جودتها وحسب نوعها فيه انواح كتير جدا من الفكهة غير الخضار. يعني المنجا هتلاقي منها انواح كتير جدا. التفاح هتلاقي انواح كتير العنب انواح كتير. يعني الفكهة تختلف تماما عن اسعار الخضار. دي اصعار تقديرية طبعا جماعة يعني هتلاقي اقل فيه جودات اقل من كده بكتير بس اعلى من كده مش هتلاقي يعني احنا بنعرض لك يعني من اقل حاجة الى اعلى حاجة او من المتوسط في بقى حاجات تاني جودات اقل جدا هتلاقيها اقل سعرا من اللي احنا بنقول يعني مثلا المنجل الفصة جماعة مثلا 35 الى 40 جنيه للكيلو ممكن طبعا تلاقي جودة اقل ممكن تلاقيها 20 الى 25 شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته